ايه البجاحة بتاعت الناس دي تصوروا وصلت المسائل بيهم الى درجة ان هما قفتوا بتحريم اكل وتناول الدجاج المصري بينما الدجاج التركي ده اساسا دجاج مسلم ودجاج على افضل ما يكون من الناحية الاسلامية وما تقرموش اساسا من الدجاج المصري ده واحد من الشيوخ بتوع التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابيين اللي افتى بهذه الفتوى الغريبة جدا ان كل وسائل الاعلام التركية وسائل اعلام جماعة الاخوان وبعض الوسائل الاعلام الدولية مدفوعة الاجر نشروا الفتوى دي تبدأوا يأكدوا عليها على اساس ان هما يوقفوا حال مصر ويدعموا الاقتصاد التركي التفاصيل والمعلومات طبعا صادمة جدا وقبل ما نبدأ الحلقة بذكر حضراتكم ان احنا فتحنا باب العضوية المنتسبة لقناة مصر دعما لقناة مصر لان احنا بصدد تطوير اليات القناة خلال الفترة القليلة القادمة والامكانيات طبعا معدومة ولا تتوافق مع الحلم والطموح ولذلك يريد بعد اذن حضراتكم دعما لقناة مصر نضغط على رابط او كلمة الانضمام اللي هو الانضمام للعضوية المنتسبة هتلاقوا حضراتكم التفاصيل كاملة ودلوقتي نبدأ الحلقة بتاعتنا لكن قبلها شيروا لك للفيديو دو كومنتك الجميل انا احمد عبدالهيدي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم العالم بتتاجر في الدين العالم ديت اساسا ما عندهاش مانع ان هي تحرف صور القرآن وصولا لاهدافها العالم ديت زي مفتي الارهابيين اللي هو الشيخ يوسف القرضاوي افتى من قلب مؤسست الازهر رغم انف المصريين لما جه على اسنة الرماح ودخل مؤسست الازهر رغم كراهيت الشعب المصري له قلب الحرف الواحد في اعقاب ثورات الخراب المستعجل اللي دعمتها دول زي تركيا وزي قطر وبالاضافة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان جه سنة 2011 في قلب المؤسست دي توقفتها بشكل واضح في اعقاب طبعا فتح الانتخابات فتح باب الانتخابات الرئاسية وبدأ محمد مرسي يتقدم للانتخابات وجيف اعقابها مباشرة وقلب الحرف الواحد اللي هينتخب محمد مرسي او اللي يحب الله ورسوله ينتخب محمد مرسي لان محمد مرسي جاي برسالة دينية وكفاية انه هو الرئيس المصلي وكفاية ان له سكسوكة ولحية على الاقل رجل عارف ربنا ده باعتبار انه هو بيوزع سقوك الاسلام والدين وقال بالحرف الواحد ان محمد مرسي اخذ وعد من دولة قطر انه هو هيجيب 200 مليار دولار بمجرد نجاحه في الانتخابات شوفوا حضراتكم رجل ديني المفترض جدلا انه هو رجل فاضل المفترض جدلا انه هو يعني رمزي ديني زي ما هما بيقولوا وصلت به المسائل انت بتحب ربنا وبتحب الرسول يبقى انت لازم تنتخب محمد مرسي وبقى معنى ذلك ايه لو ما انتخبتش محمد مرسي يبقى انت راجل كافر وصل به المسائل الى درجة انه هو يكفر كل الذين تصدوا لمحمد مرسي وكتنا من وجهة نظر اول الكفار لان احنا وحزبي شباب مصر كنا تصدينا لمحمد مرسي لحظيتها على نفس الوتيرة دي تفجئنا بانه هناك فتوى من احد الشيوخ المرتنيين اسمه محمد الحسن ولد الددو الشيخ الافاق ده افتى فتوى غريبة جدا من نوحة الددو ده طبعا افتى باباحة تناول الدجاج التركي وتحريم تناول الدجاج المصري وقال الدعية الموريتاني بان الزبائحة التي يتم استراضها من اوروبا وامريكا ومصر لم تزبح بشرع الله حط مصر مع امريكا ومع اوروبا لان الشركات المنتجة لها تجارية محضة لا علاقة لها بالدين ولذلك تعتبر حرام شوفوا الناس اللي بتتبح الدجاج في قلب مصر مش مسلمين يعني افتى بانهم كفار ما هو زي سيده وتجراسه يوسف القرداوي وقالت دده ان الزبائح في تركيا يتم زبحها على ايدي اطراك مسلمين يستخدمون ادوات طاهرة وانتقد ادوات الزبحة التي تستخدم في اوروبا ومصر واكد في ذات الوقت ان ادوات الزبحة التي تنتجها تركيا طيبة وتنتجها شركات مسلمة تخرج الزكاة للمسلمين وعلى العكس بقى منها الشركات المصرية دي شركات كفار ما بيخرجوش زكاة وبناء عليه الجماعة الاطراك دول مسلمين بصحيح فانتم حرام عليكم لو انتم تناولتوا اساسا دجاج مصري شوفوا بقى المفاجأة اتضح ان هذا الافاق الدعي الكاذب يرتبط باستثمارات في مجال تجارة الدواجن مع تركيا اتضح ان هذا الافاق بيستورد دجاج من تركيا وبالتالي طبعا كان في الخباسة من غير ما حد يعرف ان هو مسيطر على الشركات التي تستورد الدجاج التركي عشان يروج للصفقات الوسخة بتاعته افتب تحريم تناول الدجاج المصري فبدأ يوزع الدجاج التركي في قلب المنطقة العربية ومن بينها مصر ودولا اخرى اتضح ان هو بعمل بيزنس قذر مع تركيا وبناء عليه استخدم الدين بتاعه عشان التجارة بتاعته عشان تعرفوا حضراتكم الناس دي يتقد ايه هي بتاجر في الدين مش على المستوى السياسي فقط ولكن ايضا على المستوى الاقتصادي الداعية الموريتاني ده اسمه بالكامل محمد الحسن ويلد الددو من موليد عام 1963 في نواكشط ويعتبر من ابرز قادة جماعة الاخوان المسلمين في موريتانيا ويعتبر ايضا من ابرز قيادات التنظيم الدولي لجماعة الاخوان سافر ويلد الددو الى غزة في ديزمبر 2012 والقى كلمة باسم علماء الامة المسلامية في الذكرى الـ 25 لتأسيس حركة حماس وفي اكتوبر من العام الماضي شارك ويلد الددو في لقاء وفد علماء المسلمين مع الرئيس التركي وخلال هذا اللقاء طالب الددو طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوقف ترحيل عناصر جماعة الاخوان من البلاد وتسهيل حصولهم على الاقامات والجنسيات زمانا كده بعتلك الصفقات القزرة بتاعة الدواجن في قلب المنطقة العربية وقفتت بتحريم الدواجن المصرية انا عاوز بقى المقابل شفت حضراتكم الناس دي بتشتغل ازاي فيش حاجة اسمها الشيخ دين تبع التنظيم الدولي لجماعة الاخوان كلهم يتاجرون بالدين الدين بيمطية بالنسبة لهم عشان يحققوا اهدافهم دعموا رجب طيب اردوغان اقتصاديا وبالتالي طلبوا منه المقابل المقابل مستر بريزيدنت فيش داع ان كدت ترحل قيادات وعناصر جماعة الاخوان من تركيا والمفروض ان كدت تسهل حصولهم على الاقامات والجنسيات طبعا رجب طيب اردوغان لا بيهم دين ولا اسلام ولا مسلمين ما لهش علاقة اساسا بالدين انما فقط لا غير بيتم الترويج له من خلال عناصر جماعة الاخوان ومن خلال التنظيم الدولي لجماعة الاخوان ان هو سلطان المسلمين المدافع عن مصلحة الامة الاسلامية وهو بعد تماما عن مصالح المنطقة الاسلامية والعالم الاسلامي بالمرة ارجعوا بالذاكرة للي عمله والفتاوى بتاعة يوسف القرضاوي شيخ الارهابيين فكرنا حضراتكم سنة 2011 لما افتع بالحرف الواحد وقال لو كان الرسول حيا لو وضع يديه في يد حلف الناتو الكلام ده قاله وبرر لدخول الناتو الدول العربية ودولة زي ليبيا الناتو قتل اكتر من نصف مليون مسلم بفتوى من يوسف القرضاوي وجاي الشيخ ده ايضا يحرم تناول الدجاج المصري باعتبار المصريين كفرة شفت حضراتكم تفكير الناس وصل لحد فين لكن المصيبة يا سادة انه لا يوجد اعلام عربي حقيقي يكشف السطار عما يحدث في الخفاء دعية مورتاني يحرم الدجاج المصري ويحلل الترك هو ده شفت الدعية شفت الدقن بتاعته وصلت لحد فين ادي الدعية اهو اللي شوف منظره يقولك ده ملاك يا اخوانا على رأي فيلم عمر وسلم ده هلاك مش ملاك شفت المنظر حضراتكم ادي احد الدعاء والمفتيين التابعين لجماعة الاخوان شفتوا النتيجة لا بجد شيء مقزز جدا وشيء وصل لحد القرف